كيف يتعامل معها الإسلام؟ كيف يحرضنا الإسلام على أن نتعامل مع هذه الأعياد والأيام المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فدعني أشكر سيادتك أولاً على هذه المقدمة الرائعة التي جمعت أطراف الموضوع وجعلتنا نتنسم عبير الأيام الأخيرة من شهر رمضان ونتذكر ما مضى في هذا الشهر الفضيل ولذلك نقول بأن أملنا ورجاؤنا من ربنا سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا ما حصل منا من زلات ومن هنات معينة وأن يتقبل منا ما قدمنا قبل من المسلمين جميعاً ما قدموا من أعمال صالحة في هذا الشهر الفضيل قدمنا صياماً وقدمنا قياماً وقدمنا أشياء كثيرة من صدقات وذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة وسلاماً على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة ترويح صلاة الترويح وقيام الليل التهجد لمن قامه وصدقات للناس ومعاملة حسنة قدمنا أشياء كثيرة أفاضها الله سبحانه وتعالى ووفقنا في هذا الشهر الفضيل إلى أن نقدم ما أمكننا فعله في هذا الشهر الفضيل وكنا نلحظ توفيق الله سبحانه وتعالى وروحانيات عالية في هذا الشهر الفضيل ولذلك حق لنا أن نفرح بيوم جيء يوم الجائزة المسلمون بعد هذا الشهر الفضيل يقبضون اليوم الجائزة هذا يوم الجائزة يوم عيد الفطر وفي الحقيقة عندما تمعن النظر في قضية الأعياد تلحظ بأن العيدين عيد الفطر وعيد الأطحى إنما أتى كل منهما بعد ركن من أركان الإسلام فعيد الفطر جاء بعد صوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام وعيد الأطحى جاء بعد حج بيت الله الحرام والحج ركن من أركان الإسلام فالحقيقة ارتباط الأعياد بالعبادات يطفي عبادة أخرى على أو يطفي معنى التعبد لله عز وجل في هذه الأيام المباركة في أيام العيدين ولهذا حتى الفرح في الإسلام عبادة نعم لذلك ادخال السرور على الأهل في هذا اليوم وإدخال السرور على النفس مدام في حيز المباحة فرح مباح وسرور مباح في داخل في حيز المشروعية ينقلب إلى عبادة في هذا اليوم والناس يفرحون بفطرهم كما هم يفرحون بلقاء ربهم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وهذه الفرحة التي يفرحها في وقتين وقت عند فطره في اليوم ولذلك دعاؤه مستجاب عند كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأيضا دعاؤه مستجاب في يوم الجائزة فهو فريح مسرور لأن الله سبحانه وتعالى وفقه وبلا شك أن الفرح هنا هو مظهر من مظهر الشكر لله عز وجل على أنه وفقنا في أداء هذه العبادة فنحن مسرورون لا لأجل أننا تخلصنا من شهر رمضان وإنما لأجل أن الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا الشهر الفضيل إلى عبادته وإلى أداء هذا التكليف الشرعي الإلهي على أكمل وجه وعلى خير عبادة الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر